اشتركوا في القناة معها عن أهم الإنجازات الحوال فترة اللي فاتت وكمان عن مشوارها من خلال كرة الطائرة وكمان مع النادي الأهلي أما بقى دلوقتي فنروح معكم بقى لأخبارنا ونبدأ معكم أول خبر مع كرة اليد الفري الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف نجح في تدعيم بقى أسفوفه بالتونسية سندس حشان لعبة المنتخب التونسي الأول ونادي الأفريقي سندس من اللعبات المميزة جدا واللي كمان بتجيد اللعب في مركز السينترهاف وبتقدر كمان تختارق الدفاعات بكل سهولة وكمان تصويباتها قوية جدا ودقيقة هي وصلت النادي الأهلي يوم الأربع اللي فات وكمان وقعت على عقود انضمامها للفريق وبعدها بقى نزلت التدريبات على طول وشكلها هتكون كمان إضافة كبيرة جدا للفريق وتقدر تساعده بعدما للأسف خسر كل بطولاته السنة اللي فاتت كلها طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي وكمان للعبة التونسية سندس لسا ميكملين معاكم برضو في كرة اليد فريق رجال كرة اليد بالأهلي والزمالك قدروا بقى في انهم يفوزوا في مطشاتهم اللي فاتت في النسخة الجديدة من الدوري للموسم اللي احنا فيه عشرين 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 واحد وعشرين فانلاقي مثلا ان الزمالك كسب في اخر مطش واللي تلعب انبارح قدام طلاقة على الجيش بنتيجة تلاتة وتلاتين تسعة وعشرين علشان الزمالك يكمل مطشاته كلها بالفوز قبل توقف الدوري وبكده الزمالك بقى حقق الفوز على كل مننا السموحة واسيوت وبترول اسيوت والطيران وطلاقة على الجيش ولو روحنا بقى للأهلي هنلاقي ان الاهلي كسب في اخر مطش ليه نادي اصحاب الجياد بنتيجة سبعة وعشرين ستاشر وبكده يكون الاهلي حقق الفوز برضو في كل مطشاته اللي فاتت واللي كانت على حساب المعادي والشمس وبورسعيد وسبورتينج واصحاب الجياد الدوري المفروض بقى هتوقف لحوالي شهر ونص وهنرجعتين نلعب المطشين اللي فضلين من الموسم القديم فنلاقي ان الاهلي هيلعب مع طلاق الجيش والزمالك اما الزمالك بقى فهيلعب مع سبورتينج والاهلي والزمالك دلوقتي متقدم على الاهلي بفارق نقطتين في الترتيب العام طبعا كل التوفيق للفرق وكمان بإذن الله نخلص الموسم القديم على خير ونكمل معكم بقى الموسم اللي احنا بدأنا ده لأن عندنا فيه بطولة كبيرة ان شاء الله مصر هتنظمها اول السن اللي جاية وهي بطولة العالم لرجال كرة اليد ان شاء الله رقم 27 طبعا كل التوفيق لكل الاندية وللفرق طبعا الموضوع يعني هو محايل شوية بنلعب مطشط قديمة علشان خطر الكورونا بعد كيها بنستكملها بعد كيها نوقف شوية هنرجع نكمل الموسم الجديد هي الامور ايه الفترة دي كده بتحس ان هي مش متزبطة شوية بس ان شاء الله كل حاجة تستقر الفترة اللي جاية بشكل نهائي هنروح معكم بقى للسكواش النهاردة هتلعب بقى النهائي بطولة مصر الدولية للسكواش واللي بتتلعب تحت صفحة الاهرامات ومجموعة كمان جويزها 540 الف دولار النهائي مصري خالص وهيكون نهائي الرجال ما بين بقى علي فرج وطرق مؤمن اما بقى نهائي السيدات فهيكون ما بين نوران جوهر وزملتها نور الشربين لعبة منتخبنا الوطني كالعادة قدموا اداء رائع جدا في البطولة ويكفي ان بقى يعني اقول لحضراتكم ان مش بس النهائي هيكون مصري خالص لا دا احنا من الدور القابل النهائي ومصري كانت ضامنة الفوز باللقب لان كان المربع الزهبي كان مصري خالص 100% طبعا يعني كل التوفيق لكل اللاعبين بتاعتنا يعني سواء من الرجال او السيدات في السكواش قدين انتوا يعني حاجة الواحد يفخر بيها جدا ومشاء الله دايمان مش هرفيننا وكل البطولات اغلبيتها في السمي فاينال والفاينال الحمد لله كلها بتكون اغلبيتها مصريين الحمد لله طيب كاميرا اين بوكس كانت موجودة يعني في افتتاح البطولة المهمة دي وكمان عملنا التقرير ده تعال نروح نشوفه نرجع تاني يلا بلينا بيتهيق لي اما الواحد بيبني يعني احنا بقلنا الحمد لله عشر سنين في المجال ده بالزات السكواش يعني او ده انا ابتديته عشان كنت بلعب في كن نبسي بعندينا حاجة كده فدس عارفة ما بتبني 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 فبتلاقي اللي انت زرعته بيبتدي يحصد في مواقف زي دي فالالتحاد الدولي عنده ثقة فينا ان احنا ما بنقول هنقدر ننظم بشكل كويس وحنقدر ناخد بالنا من الجراءات الاحترازية زي ما انت شايف بنحاول على قد ما نقدر بدعمك وبدعم كل الناس اللي معنا كان فيه موافقة اللعيبة عنده ثقة فينا برضو فوافقه والدولة برضو مش اي حد حيقول احنا هنقمن حاجة في الظروف دي هيدلوا الاوكي احنا الحمدلله الوزارات كلها والدولة كلها ورانا وفي ظهرنا عشان نقدر نطلع حاجة كده لقد جئت مرات عديدة الى مصر للمشاركة في بطولات الاسكواش ولعبت نهاء بطولة العالم من اسابيع ماضية هنا في القاهرة المختلف الان ان كل اللاعبين محظور حركتهم وغير مسموح لنا ان نخرج من الفندق نخضع لاختبار كورونا كل اربع ايام ويتم الكشف عن درجة حرارتنا للتأكد ان كل شيء على ما يرام نحن نشعر بالسلام هنا وسعداء لوجودنا في مصر وسعداء كذلك بالمنافسة انا سعيد جدا بالتعامل هنا امر صعب نحن نحاول ادارة رياضة عالمية استضافة حدث كبير هنا في مصر شيء عظيم علي القول ان كل القائمين على هذا الحدث يقومون بمجهود عظيم بالفعل المناخ جميل جدا اللاعبون والاجهزة الفنية رغم كل المعوقات واجراء التحاليل كل اربع ايام ولكن كل شيء يسير على ما يرام واجهزة 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 مستمتع جدا نحن نلعب بطولات تاني حاجة بالنسبة لنا كويسة جدا ربطة المحترفين ببي اس اي طبعا هما يرجعوا بطولات في وقت صعب زايدة مع الاحتياطات الاحترازية اللي احنا عملنا بصراحة مجهود كبير جدا وفريق العمل هنا عمري مانسي وكل الفريق اللي معاه طبعا التحديات بالنسبة لانها صعبة لان احنا منعزلين خالص قاعدين فقط لوحدنا انا امراتي نور الطيب برضو رقم 4 العالم بتلعب البطولة ما بنشوفش بعض الاسبوع كله فطبعا زروف احنا مش تعودين عليها بس يعني نحمد ربنا ان احنا بنلعب تاني واتمنى ان انا اقدر اكمل في البطولة موسيقى قد يا جماعة طبعا حاجة مشرفة جدا بنشوف رئيس الاتحاد الدولي للسكواش وكمان اللاعبين الدوليين بيتكلموا قد اين البطولة كانت يعني منظمة على اكمل وجه الحمد لله وعندنا يعني بلدنا دايما بلد الامن والسلام والاستقرار الحمد لله ويمكن كمان يعني الصحافة بقى العالمية طلعوا على مصر وكمان في مصر هنا قالوا ان احنا يعني برازيل مصر او برازيل العالم من حيث السكواش بس طبعا احنا مصريين مش عايزين دايما نحط اي لقب تاني عشان خاطر نسبة ان احنا لعبين يعني عندنا مهارة عالية وقدرين دايما ان احنا في كل البطولات اللي دايما بالنظمة في السكواش ان احنا نفوز بيها لا احنا المصريين بردو حتى لو كنا برازيل العالم من حيث المهارة يعني لا إحنا الحمد لله المصريين برضو من حيثوا المهارة طيب هنروح معاكم بقى لتنس الطاولة الفري الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي النجح في الفوز بالدوري الممتاز للمرة الواحد وثلاثين في تاريخه وده بعد ما كسب نادي أمبي بنتيجة 3-0 في المواطش لتلعب مبارح على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعليان الأهلي كان كسب يوم التلاتة اللي فات الزمالك بالنفس النتيجة وده قبل ما يفوز بقى على أمبي في مبارات تحديد البطل بالسلسية الأسطورة سيد لاشين كان كسب في المواطش الأولاني قدام أحمد نديم بنتيجة 3-2 وبعده قدر محمد البيالي في أنه يفوز على أحمد صالح بنتيجة 3-0 وفي الآخر بقى قدر محمد شمان أنه يفوز على إسلام صنبل بنتيجة 3-2 اللقب ده رقم 31 للأهلي في تاريخه والمرة 11 على التوالي طبعا كل التوفيق لللاعبين والأندية والأهلي طيب كمان لسا مكملين معاكم برضو مع تنس الطاولة الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني طارق حسن نجح في الفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد ما كسب النادي الأهلي بنتيجة 3-2 في الدورة المجمعة التانية المطش كانت لعب يوم الثلاثة اللي فات على صنة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية وبكده يكون بقى الزمالك قدر أنه يفوز على الأهلي رايح جاي ويفوز بالدوري الأول مرة من 12 سنة مثل نادي الزمالك في المطش ده كل من فرح عبدالعزيز وهند فتحي وشهدي سامح طبعا كل التوفيق للعبات طبعا قدموا أداء مميز جدا ومشرف وألف مليون مبروك لنادي الزمالك من تنس الطاولة هنروح معاكم بقى للجنباز الدكتور إيهاب أمين رئيس التحاد الجنباز طلب من المسؤولين في المنظمة المصرية لمكافحة المناشطات نادو برئاسة الدكتور أسامة غنيم أنهم يحددوا الأدوية المحظورة على الرياضيين علشان محدش من اللعيبة بقى يقع في فخ المناشطات مرة أخرى وأكد إيهاب أمين بقى أن المنظمة بتعمل مجهود كبير جدا أو بتعمل مجهود كبير جدا علشان تحدد المواد المحظورة ولكن اللعيبة للأسف ما يعرفوش الأكواد أو الأسماء الطبية للمواد دي وده ممكن يعرضهم أنهم يقدوا ده ويكون فيه مادة محظورة من غير ما يعرفوه وزود كمان الدكتور إيهاب أمين أن اللجنة الأولمبية هتبدأ في أنها توفر قائمة بالأدوية اللي فيها مواد محظورة على الرياضيين علشان تحافظ عليهم من خطر الإيقاف وطبعا يعني القرارات دي كلها جدبة بعد ما كان فيه اتنين لعيبة من لعبة منتخبنا الوطني للجنباز توقفوا بسبب المنشطات ولكن الحمد لله بقى نجحت لعبة من اللاعبين في أنها تاخد حكم الحمد لله من الاتحاد الدولي للجنباز ببرائتها وعودتها من جديد لصفوف المنتخب واللي كانت أهل الأولمبياد بعد ما كانت فاز بالميداليا الذهبية في بطولة أفريقيا اللي فاتت واللي تلعبت في مدينة شرم الشيخ في الفترة من عشرة والحد 17 مارس اللي فات كاميرا أين بوكس كانت موجودة في المؤتمر المهم ده وكمان صورنا التقرير ده مع التحاد أو مسؤولي التحاد الجنباز تعالوا نحن نشوفه نرجع تاني يا لقين طبعا الحمد لله على كل شيء وببارك لبطلة مصر اللاعب ملك سليم عودتها لصفوف المنتخب وألف مبروك خروجها من هذه الأزمة الصعبة يعني اللي يمكن أثرت سلبيا عليها نفسيا نتيجة هجوم بعض الناس بأمور ما كانتش مزبوطة الحقيقة والحمد لله انتهت هذه المشكلة حذر أه طبعا في حذر لأنه يمكن احنا اتكلمنا في المؤتمر وقلنا تفعيل دور اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية وأيضا تفعيل دور التواصل ما بين النادو وما بين اللجانة الطبية في الاتحادات لضمان رفع ثقافة اللاعبين الطبية وضمان عدم حدوث أي أخطاء قد تضر اللاعبين أو توقعنا في أزمة وجود بعض المواد المحزورة أو الموضوع ممكن ببساطة جدا أي حد يقع فيه نتيجة خطأ نتيجة تناول دواء بسيط هو شايف من وجهة نظر النوع بسيط إنما في الآخر هو ممكن يكون جواه مادة فعالة محزورة أنا شايف إن دا انتصار ويدولا دي مش حاجة سهلة يعني على مستوى العالم حداك ممكن تعد الحالات اللي بيحصل فيها إن احنا نكون في الورقة أخد بالك أنت كنت بتاخد قرار من كذا قرار النساء يقول لك لا طب انت خد العقوبة الأخف وقول لهم خلاص أنا مدان ودوني العقوبة الأخف عشان ما تطولش العقوبة احنا قولي لا احنا مش غلطانين احنا مش مدانين الوضع من ناحية اللوايح بتقول واحد اتنين ثلاثة اربعة رصنا ملف قوي جدا وبعتنا وإحنا تقريبا ماحتجناش نسنقنف إحنا اللي بعتنات قبل وتم إرسال الشهادة بإن الحالة ما فيهاش أي نوع من أنواع العقوبة على مصر الحقيقة القرار كان مفاجأة لنا كلنا لأننا عارفين إن أي حد بيدخل في حتة دايرة المنشطات بتبقى حاجة صعبة جدا جدا على أي اتحاد رياضي مش على اتحاد الجنباز وكان يعني خبر مش قادرة أقولك مبارح يعني لما عرفت أنا أشيب إن أنا ما نمتش للصبح يعني من الفرحة يعني إن دا خبر مصر تتأهل ويرجع تأهلها مرة تانية لأنه كنا البنات عندهم حالة إحباط حنسافر مش حنسافر المدربات عندهم حالة إحباط نفسي الثقافة العامة لقصة المنشطات في مصر مش بالصورة الكبيرة اللي تخلينا نحتوي الأزمة اللي موجودة بس الحمد لله الحمد لله كل الناس تعاونت في حل الأزمة لأنه ما كانش موضوع مقصود بشكل كبير من اللاعبات وإن الحمد لله الحمد لله بالتكاتف إن شاء الله حنبتدي ناخد خطوات احترازية في الفترة اللي جاية لأن الموضوع ما يكونش فيه أي تكرار تاني في الحقيقة ما يعني الدكتور قسامة وغنيم يعني بيبذل أقصى جهد لي علشان خاطر يعني يواعي الأبطال وكمان يقول التحادات كلها المصرية عندنا عن خطورة المنشطات بشكل خاص لأن احنا شوفنا الفترات اللي فاتت يمكن هنا وكان منورنا الدكتور وسامة وغنيم أكتر من مرة وكان بيكلم معنا إن يعني في بعض اللاعبين ممكن على دراية وعلى وعي إن هم عارفين يعني إيه منشطات وفي البعض الآخر يمكن مش عارفين الموضوع خالص وكمان في بعض الحاجات اللي ممكن بناخدها أو الأدوية اللي ممكن يكون داخل جواها بعض المواد اللي هي ممكن المحظورة اللي هي بتقال عليها كده إيه منشطات ممكن تبان في التحاليل فبجد يعني مسؤولين المنظمة المصرية لمكافحات المنشطات النادو قدين أنتوا يعني كل احترام لكم وقدين كمان أنتوا بتحاول بقدر إمكان أن أنتوا يعني تقولوا لنا الرياضة عندنا المصرية الحمد لله هتبقى بخير وإن شاء الله هي بخير الحمد لله لكن مش عايزين أي مشاكل خالص عشان خاطر عندنا بنخسر أغلبية اللاعبين اللي ممكن يعني ممكن بيصعادوا لبطولات كبيرة زي الأولانفياد أو بطولات أخرى عالمية فنقدر الله ممكن نخسرهم من أعلى حاجة طيب إحنا كده من الجنباز نروح معكم بقى لكرة السلة اتحد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وافق على استضافة مصر لبطولة أفريقيا لناشئين وناشئات تحت 18 سنة البطولة المفروضة تتلاعب في القاهرة في الفترة من 1 والحد 9 ديسمبر اللي جاي على ملاعب استاد القاهرة الدولي طبعا لسه عدد المنتخبات ما تحددش لحد دلوقتي وطبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا في البطولتين دول خاصة إنها يعني بتأهل لكأس العالم تحت 19 سنة إن شاء الله كل التوفيق ليكم بإذن الله يا شباب هروح معكم بقى لللجنة الأولمبية مسؤولين على اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس شام حطب نظموا مراسم تقبين لللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس نادي الظهور ونائب رئيس الاتنجنة الأولمبية الأسبق وسط حضور كبير من رموز الرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وسفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية المراسم شهد الكلامات بقى لمحمد نجل اللواء أحمد الفولي والدكتور عمر سليم رئيس الاتحاد التايكوندو وكمان المستشار محمد أدمرداش رئيس نادي الظهور وسفير كوريا الجنوبية ومعهم اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق والدكتورة ناديا سبحي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للتايكوندو الحاضرين كانوا يعني مجمعين على حاجة واحدة بس وهي أن اللواء الفولي رحل بجسده ولكن سرته الطيبة وأعماله وعطاءه هيفضل أثرهم موجود ما بيننا على طول البقاء لله طبعا ودايما يعني سرت اللواء الفولي أكيد زي ما هم قالوا هتفضل موجودة بكل خير هروح معكم بقى للريشة الطائرة الطائرة برئاسة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة حشام التوهامي نظم بطولة الجمهورية للشباب والشابات تحت 17 و19 سنة وده على ملاعب صالة راك مصر الجديدة البطولة حضرها السفير الياباني في مصر وكان حريص جدا على تسليم الجوائز للعيبة الفائزين وطبعا كان فيه منافسات الدور السبعة الشارك فيها 12 نادي وهم منتخب سويس وبلاك بول وهليابلس والزمالك ومعلمين بني سويف وبني سويف الرياضي وطلاق الجيش والشمس والهولوليدو والتحاد الشرطة والتحاد الشرطة وعالم الرياضة ومركز شباب عرب المعمل ولو بقى روحنا لمنافسات 19 سنة فشارك فيها 13 نادي وهم منتخب سويس ومركز شباب المدينة بسويس برضو والظهور وهولوليدو وطلاق الجيش ومركز شباب المستقبل بقاطمية وبني سويف الرياضي ومعلمين بيبة بني سويف وعالم الرياضة واتحاد الشرطة ومركز شباب حلوان والشمس ومعلمين بني سويف الرياضي تعالوا بقى نروح للبطولة ونشوف بقى التقرير اللي عملناها معاهم وكمان بعد بقى التقرير ده هنستقبل معاكم ماري متولي وهي لعبة المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي وكمان لسه حاصلين على أكتر من بطولة لكن قبل مطلع الفصل طبعا حابب أبارك يعني احنا دايما هنا متعودين في البرنامج ها نتكلمش عن كرة القدم لكن دي حالة اثنائية عندنا هنا طبعا بنبالك لنادي سيراميكا كليوباترة على الصعود للدوري الممتاز وأداء مشارف جدا الحمد لله الموسم الحالي وان شاء الله برضو الموسم القدم بقى من الدوري الممتاز نقدم موسم رائع بإذن الله وطبعا أكيد كان كل الدعم موجود للفريق بتاعنا وكمان على رأسهم أو على رأسنا كلنا طبعا الحج محمد أبو العينين إنه هو الداعم الأول لسيراميكا كليوباترة ولصدى البلد بشكل خاص هنروح بقى معاكم نشوف التقرير ونرجع تاني بعد الفصل خليكم معنا تنظيم الحمد لله دائما بناسة أننا نعمل أحسن حاجة نقدر نعملها في تنظيم إذا كان داخلي ببطولات محلية أو دولية فالحمد لله هاردة أول بطولة في الموسم تنظيم أعلى مستوى الحمد لله كل الناس التزمت بالإجراءات الطبيعية الاحتراصية اللي احنا ابتدين بيها في نهاية الموسم اللي فات بعد جائحة كورونا الحمد لله دلوقتي الدنيا متطمنين على أولادنا الحمد لله لعبتنا برضو مفهاش احتكاك كبير بتساعدنا شوية برضو إن احنا نحافظ على أولادنا والجمهور الموجود بطولة كويسة جدا بعد التوقف الكبير اللي كان حصل لفترة فات دي كلها والولاد يرجعوا بالمستوى ده وبينهم كمان التماني على واحد بتوع منتخب مصر والناس منهم مصنفين دوليين فطبعا يعني إن شاء الله يبقى يعني دي من أحد الاخترارات اللي بستوى ليهم للساعدات الموسمي الجاية إن شاء الله اللي احنا فيه بإذن الله البطولة طبعا سن 19 سنة هو سن القبل الفيرس تيم على طول وطبعا ده يمثل زهرة شباب اللي جاي إن شاء الله للمنتخبات المصرية وكان فيه منافسة قوية من دور السبتاشر مع كريم من اللعيبة عبد الرحمن من النادي الزهور اللعيبة أحمد علي من النادي الجيش وكان مرشات كلها في مستوى عالي تبشر بالخير إن شاء الله ان احنا يبقى عندنا نواية كويسة بإذن الله في المنتخبات اللي جاية بالنسبة للفيرس تيم إن شاء الله الحمد لله يعني أنا تعبت الحمد للسنة دي فمشوت لينها وصلت الحمد لله النهائي وبس إن شاء الله خير يعني إن شاء الله تكمل على خير الفائنال إن شاء الله عبسوط قوي إن أنا وصلت الفائنال الحمد لله يعني تاني مرة عملها بس البطولة لا بطولة كويسة والسيمي فائنال كان برضو ماتش قوي بس كده إن شاء الله بقى في الفائنال اللي نجيبها ال 이� fighter الحمد لله مبسوط يعني بعد كل التعب والمبهود ده ويعني بلحمد لله يا جماعة دلوقتي منورنا بطلة من بطلات النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني للكرة الطائرة واللي ما شاء الله كمان النادي الاهلي قدروا بقى في الفترة الاخيرة ان هم يحصدوا على بطلتين متتاليتين ورا بعض وهي الكاس والدوري ما شاء الله النهاردة منورنا الكابتن ماريب متولي لعبة النادي الاهلي للكرة الطائرة ماريب اخبارك ايه؟ الحمد لله منورنا جدا كله كويس؟ اه الحمد لله الحمد لله طبعا بنبريكلك على الثنائية الجميلة المحلية اللي انتو حققتها لكن برضو الموضوع ما كانش سهل اكيد يعني ان احنا كان في فترة كان فيه توقف كورونا لفترة مش قليلة وانتو برضو يعني ما شاء الله ما اخسرتوش ولا ماتش على ما اعتقد يعني في الموسم بتاعكم اه هو طبعا فترة الكورونا دي كانت يعني وحشة علينا كلنا اه كنا بقى بنحاول ان احنا نتمرن في البيت ونعمل بقى الويكاوت على طول في البيت وكده اه ونبطل شوية ونرجع شوية عشو مكناش عارفين طبعا قصلا ان احنا يعني راجعين وكده بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا اول ما رجعنا تاني اه كان بقى فيه تمارين مكسفة وكده وقدرنا يعني ان احنا الحمد لله يعني نلم بعضنا بسرعة مانا كنا قبل الكورونا كنت لعبتو كممتشة من الموسم ده كان مع مين؟ السيمي فاينل كان مع نادي الجزيرة والفاينل كان مع الصيد مع الصيد والجزيرة طيب الموسم أو الدوري بالنسبة لكم يعني بيتلعب من كم مطش؟ هل بيتلعب رايح جاي برضو؟ أو الموضوع مش معاكو إزاي؟ على حسب المشاركة تقريباً بنكون 20 فرقة بنلعب رايح جاي بس هو يعني بيكون بوينتس أكتر يعني تجميع نقاط يعني بيتحسب برضو بتات نقاط للمكسب زي كرتك قدم كده ولا مختلفة؟ المكسب بتلاتة؟ لو على حسب عدد الأشواط يعني كسبنا 3-0 بيبقى 3 نقطة كاملين 3-2 بنخسر نقطة كده يعني يعني على حسب الأشواط بيتحدد النقاط مش بمكسب بموتش كله يعني لو كسبنا 3-0 أو 3-1 بتات نقطة بتات نقطة لو كسبنا 3-2 نقطتين الفرقتين بقى بيبقوا مستفادين إحنا الكسبان والخسرون بس عشان بعد كده لو مثلاً فرق متعدلة في النقط مثلاً بينفسهم على الثاني والثالث مثلاً بيتحسب لهم بقى البوينتس دي يعني طيب عظيم جداً مين أزعب بقى الفرق اللي انت وجهتوها في الدوري الموسم ده كان فيه السيد هما فرقة يعني كويسة قوي السيزن ده ظهرت قوي والزمالك كمان ظهر السيزن ده على عكس يعني الموسم اللي فاتت على عكس الموسم اللي فاتت انت عملت الموسم اللي فاتت لا الحمد لله يعني على طول بنكسب الدوري والكاس الحمد لله يعني ماشاء الله انتو باكوا وقدي كده 25 سنة ابطار الدوري لا تقريباً 27 ماشاء الله كده يعني 25 على التوالي و39 دوري على ما أتق بي اه غالباً تصدروش انتو أنا عن نفسي يعني معي 7 دوري و7 كاس اه من اول ما طلعت الفرستين من اول ما طلعت الدرجة الاولى اه انت بدأ معك كانت مع الاهلي من نشيات ولا كانت في نادي تاني لا الحمد لله يعني بنت الاهلي يعني طب بتفكري ممكن تروح مكان تاني بعد كده با فكر ان انا احترف برا بس جوا مصر مستحيل استحالة تروح ايا نادي تاني جهو اه ما طلعت الفين لو عايزة تحترفك اه عايزة طبعاً ألعب في حتة ينفع يتلاف فيها بالحجاب عشان الموضوع صعب قوي يعني برا غير الخليج طبعاً وكده هو برا يعني ممنوع حد يلعب بالحجاب كان زمان ينفى اه في البطولات الدولية اه يعني انا مع منتخب بلدي اه ألعب بالحجاب بس لو عايزة ألعب في نادي برا مش دايماً كله ينفع يعني بس مش كل الدوريات في العالم يعني ينفع حد يلعب فيها بالحجاب يعني غير طبعاً الخليج ينفع عادي الدولة العربية اللي هي الدولة العربية اه يعني بيلعب معنا على حتة النفسية أكتر ان احنا يعني مش زي الفولي هو دايماً ميدينا الثقة ان انتو أبطال ومفيش حد زيكو واحنا أحسن فرقة في مصر فاللي هو دايماً تبقوا نازلين الماتش يعني ايه نخسر نقطة زيادة او شود أصلاً انتو نازلين اللي هو 3 صفر اكتساح يعني ما فيهاش خسارة أو كده فاللي هو دايماً احنا نازلين ثقاتنا في نفسنا أكتر من اننا نازلين ماتش بقى فيهات وخد يعني يعني بيدعمكو نفسنا أكتر او يعني أكتر من الفولي هو دايماً تشايف ان انتو مش محتاجين الفولي على قد السقة يعني هو وثق فينا قوي في الفولي ومدينا ده انتو لعبات مختلفات يعني انتو عندو المهارة والإمكانية ان انتو تقف في الملعب بس أكيد طبعاً فيه تخطيط فيه تكتيج فيه شغل يعني بيتعامل في الملعب ما هو بقى لازم كل ماتش فيه محاضرة قبل الماتش بيقلنا بقى لنقطة الضعف والقوة عند الفرقة اللي قدامنا سواء فرقة ضعيفة أو فرقة يعني قوية وننفذ ده طبعاً في التمرينة اللي قبل الماتش ونحاول بقى ان احنا ننزل ننفذها يعني كمان نناطش نفسه ماريوم دايماً يعني اي فريق لما بيوصل لمرحلة القمة يعني دايماً المستوى بتاعه ممكن الطبيعي بينزل شوية ويطلع شوية ما يكونش تثبت على مستوى واحد يعني هو بيعم ماكو يعش الخاطر يحفظ على المستوى السابت ده بانانياً اكتر اه طبعاً بانانياً بنتمرن كل يوم عندنا فتنس غير كل الفرق اللي في الدوري عمتاً وجيم بقى تلات ايام في الاسبوع وفولي وساعات كتير بيعمل لنا تمارين فردية يعني كل حد محتاج ايه يعمله ويعني دايماً احنا بتكون هدفنا اكتر بطولة افريقيا يعني الحمدلله عشان احنا دايماً يعني الحمدلله في الدوري والكازس افطال يعني فبيبقى دايماً عندنا هدفنا اكتر من اول سيزن لاخره بتكون افريقيا عشان بقى فرق كينية وكاميرون والناس دي والتوانسة بيبقوا جمزين يعني مين اكتر فرق افريقية ممكن فرقة؟ اه كينيا احسن اه من الفرقة المصنفة بتالي الاقوية جداً وفرق اسمها الانبيب الاقوية بيبقيني اه دايماً دايماً يعني منافس بتاعنا هو والكارتاج التونسي والصفاقش التونسي والصفاقسي واحنا برضو الحمدلله اه الحمدلله احنا طب كلمان كده عن دول الادارة معاك وفي النادي الاهلي دايماً الناس يعني ممكن بتظلم اي ادارة تقولك دايماً كل الاهتمامات رايحة للكورة القدم دايماً كل الاهتمامات كلها والدعم اكتر رايح للكورة القدم فاي نادي من الاندية كلمانا كده عن ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب معاكم هل في تفرقة ما بينكم من الكورة القدم ولا في دعم بشكل كبير موجود معاكم الحمدلله لا هو طبعاً في دعم كبير معنا بنسافر معسكرات برا يعني في اهتمام طبعاً احنا عماتاً ما بنحاولش نقرر نفسنا بالكورة كده كده فلما بنيجي نقرر نفسنا بنقرر نفسنا بالالعاب الجماعية اللي زينا يعني باسكت الهانبول كده يعني فلا الحمدلله احنا يعني تقريباً بنكون الابشن الاولاني في الفرق الجماعية يعني في دعم كامل فيه مكفاءات بتحصلوا عليها لما بتفوزوا بالبطولات العقوب بتاعكو كويسة او يعني كويسة او يعني مش حاسزها او لا يعني احسن من قبل كده يعني قبل كده او كانت مش كويسة خالص طيب كلمينا كده عن المحترفين معاكو او محترفات معاكو بقى في الفريق انتو بتتعمل فريق السنة دي بكم محترفة وعلى ما اعتقد انتو لسه متعقدين مع محترفة بارزيلية او ناتاليا طيب كلمينا كده عن المحترفات معاكو دورهم كبير وواضح معاكو او لا وكمان بقى برضو انت اي حد بيجي من بره انت بتستلميه يعني بتعلميه اغاني شعبية ومهرجانات وكلمينا كده شوية عن الحجام بتاكل الداخلية اوهم ينتقوا بس بنحاول ان احنا ندخلهم معانا كده اوهم في العادي بيجوا يعني بيعرفوش الكلمة انجليش اغلبهم فانحنا برضو ممتعرفش نتكلم دوغتهم اوه فبنتعب شوية مع بعض يعني لحد لما بنتعلم احنا وهم فنبدأ بقى بعد كده في الاغاني بقى وفي المهرجانات في الحاجات يا هبيبي بقى والحاجات دي اوه 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 او محترفة بتاعتنا لسا بره بتغني في التمرين اغنية جسمي اوه من انت اللي بعد معانا اوه بقى قابليها ولا شاف الرئب تختالف عن المواصل السابق هو الصراحه يعني كل موسم بيكون فيه فرقه مختلفه يعني استنادي اي كتر فرقه زهرت اوي كانت يا سيد نحن معلم بالصراحه السيزن اليそれでは يزيق��터 exprimps زمالك، صيد، سبورتنج بتفرق دائماً بكام نقطة يعني دائماً الوصيف بالنسبة لكم بيقفلق عنكم بقدي يعني هل بيقفلق كبير اه يعني الوصيف مش عارفة كان بالضبط بس يعني لأ بيكون كتير ده كل موسم على الحال ده او كل موسم كده عشان احنا الحمدلله يعني بنكون دائماً مش خسرانين ولا ماتش دائماً بقى بيكون التاني والتالت خسرانين بيحسبهم بقيتس فبيكونوا وراء بعد ونكون فريقين يعني طب شايفة ده بيرجع لإيه؟ يعني شايفة دائماً انت مختلفين كده لأي؟ عشان الحمدلله يعني بنتمرن كويس تماماً جابت بنتمرنه كويس اه يعني اش عارفة ربنا يعني نتمرن كويس ويعني اش عارفة لا اكيد بيحط مثلاً في تخطيط عندكم مختلف فيه اكيد عندكم دعم ممكن بشكل اكبر اكيد ده بيحصل اه يعني احنا عمتاً يعني احسن من اي نادي ترامرينا يعني فده من وجهة نظرك يعني اي حد برضو لو ما كانك هنا بلعب في اي نادي الزمالك او الشمس او الصد يقولك احنا برضو نادينا احسن من اي نادي لا معتقدش مش عايزين نخبر يعني مش قصدي بس يعني معتقدش ان يعني دائماً حتى لما بيجي لنا اي حد من نادي برا بيكون خلاص كده يعني وصل للكمة في مصر فيهم قصدي يعني اي حد بيجي لنا كذا حد جالنا من كذا نادي برا فخلاص هو اجي لأهلي فعمش عايزي يطلع منه يعني فده بالنسبي لي يعني حاجة كويسة الحمد للأنا انا اصلاً فأنا أتمنى شئ أخرى بيتك يعني أين سيدات الطائرة في نادي الشمس؟ مع نادي الشمس كان ينافس بقوة فترة من فترات وكان فيه كتر من لعبة انضموا نادي الأهلي الشمس كان طول عمره تاني معنا على طول ورانا بس لما كذا حد ماشي من عندهم وجلنا وفيه كمان لعدتين سفروا أمريكا نادي ونورا معود سفروا أمريكا يعني يوقع شوية بس أعطاك أنهم في الفترة الجاية سيكونوا أحسن من كده محتاجين إيه؟ محتاجين مثلا أن يدعموا فريقهم بأكتر من لعبة أو محترفة؟ هم فيه ثلاثة من عمدهم مش يقولنا واثنين في أمريكا وفيه ناس بالطالط يعني يوقعوا شوية طيب كلمنا كده عن المنتخب الوطني شاركتي مع المنتخب الشباب أو الناشئين والفرستين كلمنا كده عن الوقت بقى بتاعك في المنتخب عملتي معهم إيه؟ حياتي معهم بطلات؟ الحمد لله في الناشئين والشابات كنت بأخذ أول في الفرستين بقى لسه ما حصلتش يعني خدنا خدت أفريقيا كذا مرة وأخدت جبايز فردية أحسن لعيبة وأحسن ضربة ورحت التصفيات بتاعتي الأوليمبيكس مرتين ودورة الألعاب الأفريقية برضو كذا مرة بس يعني لسه ما وصلتش أنا أخد أول أفريقيا مع المنتخب دي هي صعبة يعني؟ طب لماذا المشوار صعبة مع المنتخب بالنسبة للطايرة؟ أو للدرجة الأولى يعني؟ معين عندنا فيه فرقة متميزة ما شاء الله عندنا الأهل عندنا أغلبية الزمالك كلهم ما شاء الله يعني بطلات كلكم هي مشكلة إن كينيا وكاميرون جمزين قوي علينا في المنتخب يعني لسه ما وصلنا الهمش ، قصدي؟ ومقصدي مختارين براً بيلعبوا برا مصر كلهم وبيجوا على المنتخب برا أفريقيا عندهم برا بلدهم يعني يعني الكاميرون دائما بيطلعوا على فرنسا كينيا بقى منتشرين في العالم فهم عندهم خبرة أعلى مننا بكتير فمستوى الاحتكاك عندهم بيبقى أعلى شوية وهم كمان سنهم يعني رغم سنهم هم كبار جدا في منهم كمان متجوزين وخلفين وأولادهم بيلعبوا معهم في الملعب وإحنا كلنا صغيرين فبس ده يعني نش بيفرق قوي هم خبرتهم عالية يعني لسه إحنا مصد ملهمش قوي محتاجين بقى نعمل معسكرات بورا ويبقى الاحتكاك عالي يعني عندنا طب بمناسبة أنت قلت حاجة مهمة جدا دائما أي بطلة من البطلات اللي بستضاف هنا معاه في البرنامج لما أجد لها سرت هتكمل الحد فين في اللعبة دي تقولي تمام بس لما هتجوز أنا ممكن ماكملش إشمعنا بقرة في أفريقيا أو في الدول الأفريقية زي كينيا وزي ما أنت قلت كده في أغلبية الدول اللي هم عندهم الكاميرون كمان عندهم نسبة المحترفات عندهم عالية شوية وبيحصدوا كمان البطلات الأفريقية بشكل كبير بيقول متجوزينه ومخلفينه وساعات أولادهم كمان بلعبه أو كينيا كده قوي شايف أنت لما تتجوز إن شاء الله هتكملي ولا ممكن يبقى فيها بالنسبة لك صعوبة لا يعني أعتقد إن شاء الله هكملي يعني طالما مستوية في الملعب مقلش وقدرة أن أنا لسه ألعب ما أعتقدش أن أنا ممكن أبطر شايف أن احنا شايف أن ترجع للرجال يعني أعوى البنات أو السيدات المصرية يعني بتختلف شوية يعني العبقة عندها بيبقى زيادة شوية هنا في مصر ممكن من ناحية إنها عندها البيت والزوج والحياة فممكن شوية حياتها الشخصية بتقل شوية أه أعتقد يعني لو هو متفهم شوية إن دي يعني حياتي يعني أنا صغيرة قوي بلعبها تنظميها مع كل ده ما أنا ممكن أقوى أكيد دس يعني أصدي إن في ناس على فكرة كده لا أبطلي من غير أي أسباب يعني كان معنا ناس تلعب وكده بطلت لما جوزت وفي ناس كملت وفي ناس لكن هذا بيبقى بقرارهم هم الشخصي مش بقرار يعني مفروض عليهم متى يقلي بيبقى بقرارهم الشخصي مش عارفين يوفقوا ما بين الرياضة وما بين لا فيه فيه أصلا معتك أي حد بيتجوز يعني قبل ما يعني أو بيبقى خاطب يعني بيبقى عارف إن هي بطلة أو بتلعب رياضة فأكيد لما هيتجوزها برضو هتبقى خليها تستمر في رياضة إن هي بطلة يعني مش كلهم آه لا مش كلهم لا إحنا منصفين والله لا يعني فيه رجال ديكتاتورية شوية طب بالنسبة لك يا مريم إي أهم بطلة أنت حققتيها؟ مع الأهلي والمنتخب مع الاتنين؟ مع الأهلي بطولة أفريقيا الأنبية 2015 ومع المنتخب دي اللي كاتت في تونس في 2015 لي؟ لا كاتت في مصر كاتت في مصر؟ آه كنت كتت أول يعني بطولة لي أفريقيا في النادي وكت لسه صغيرة وخدناها وكانت يعني فيها كذا ظروف صعبة يعني دي كتت أصعبون بالنسبة لك يعني؟ بالنسبة لنا كلنا يعني كفرقة لا لأنه وقتنا كنت لسه بقى يعني وأصعبهم بالنسبة لي لأن أنا فجأة اترميت في المرعب كده اللي في مركزي الأكبر مني تصابوا وأنا بقى نزلت العيب تصرف أوه تصرفني بقى كنت يعني لسه صغيرة وكده والحمد لله ساعة أخدت أحسن العيبة في البطولة وأحسن بلوكر اللي هو حق الصد يعني ف يعني دي أكتر حاجة يعني بصري أنا يعني دائما كدة بسيب دائما كده بشوف في بعض الحركات بتعملوها في الملعب يعني مثلا OM你們 توقفين تعملو مش عارف خمسة تلااتة اتنين من ورد tackling دا بتبقى معناها ايه؟ دي Playmaker يعني المعد هو اللي بيعملها أكتر لأنها تقول لنا أنها ترفع لنا أي كورة فهي بقى اللي بتقول لنا سنرفع لكم في مركز كذا أو كرة كذا بيبقى مستمعين لا والسيرف نفسه لا السيرف ده اللي هو الإرسال ده كلنا بنلعبه إنما الرفع البصير بس هو اللي بيرفع فهي بتقول لنا يعني هترفع لنا كورة إيه فين يعني بتبقى بقى أرقام متفقين عليها ممكن بقى أرقام في الملعب يعني والسيرف بقى لو يعني إحنا ستة مراكز من واحد لستة فمثلا واحد ألعب في مركز واحد ستة ألعب في مركز ستة كده يعني وكلها نفس الأرقام هي كل الفرقة يعني اللي كل الزمالك والأهل منتخبات نفس الكلام بس في كل نادي ممكن يغير عشان لو مثلا أنا من الملعب التاني شفتها مبقاش عارفة يعني بس أغلبنا عشان بنلعب مع بعض في المنتخب فبنبقى خلاص عارفين بعض يا ماري بنورتنا جدا بجد الله نورتنا جدا وألف مبروك للمرة التانية طبعا على البطولات الحياتية مع النادي الأهلي وإن شاء الله برضو مع المنتخب الوطني بتاعنا الدرجة الأولى تحاية برضو المزيد من البطولات طبعا ماري بنمتولي لعبة النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني للكرة الطائرة نورتنا جدا مرسي ربناي خليك شكرا جدا يا جماعة خلاص حالتنا النهاردة خلصت معاكم من إينبوكس سبورتس استنونا الإسبوع اللي جاي إن شاء الله سلام